أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وقلقيها الشديدين من الاعتداء المتكرر للحوثيين على السفن في المياه الدولية في محاولة واضحة لاستهداف حرية الملاحة وتاجيج الوضع في المنطقة واليمن بشكل خاص وأكدت وزارة الخارجية وتعاون دولي في بيان لها اليوم أن استهداف المدمرة الأمريكية يو اس اس ماسون يشكل تصعيدا متكررا بدأ بقصف السفينة المدنية الإماراتية سوفت ووصفت الوزارة رد فعل القطع البحرية الأمريكية صباح اليوم باستهداف أجهزة رادار التابعة للحوثيين بأنه رد مشروع ومبرر على الاعتداءات المتكرر المسنودة بقوات التمرد وأكدت أن هذا التصعيد من قبل المتمردين وأتباع الصالح يكشف حقيقتهم ونواياهم في الهروب من استحقاقات العملية السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية ويؤكد إصرارهم على استخدام العنف ومواصلة معاناة الشعب اليمني الشقيق ويمثل كذلك تصعيدا مدفوعا من قبل قوى قليمية لا تريد للمنطقة الأمنة ولا استقرار وحذرت الوزارة من أن هذه التطورات الخطيرة تهدد الملاحة الدولية عبر استهداف السفن العابرة لمضيق باب المندب مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة خطوط الملاحة الدولية التي تمثل شريان التواصل بين الأمم والشعوب